اشتركوا في القناة شهد الكرام في برنامج ملاعبنا وفي ختام هذا الأسبوع سوف يكون بإذن الله تعالى عندنا الكثير والعديد من المواضيع المهمة نعم هناك مباريات مهمة في الشامفز لكن عندنا أيضا ضيوف مهمين في حلقة اليوم نبدأ معكم موضوعنا الأول تحت رعاية وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد عبداللطيف الفارس وقيمة الثلاثنين الماضي المباراة النهائية للبطولة الثالثة لدوري مؤسسات التعليم العالي بين فريقي جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مراسلنا عبدالعلوان حظر المباراة وفانا بهذا التقليد حقق فريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لقب بطولة دوري المؤسسات للتعليم العالي بعد فوزه على فريق جامعة الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية التي احتضانها ملعب المجمع التكنولوجي وجاءت المباراة حماسية منذ البداية حيث حاول كل الفريقين الوصول للقب والذي ذهب بالنهاية لفريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي مرحبا الرحيم اليوم بطولة الثالثة لدوري مؤسسات التعليم العالي بين جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وطبعا شرفنا اليوم بحضور الوزير محمد الفارس ومدير عام الهيئة الدكتور أحمد صاح لثري والجميع يعني النواب والاخوان كل حضور شرفونا اليوم في النهاي اليوم نهاي البطولة مثل ما أنتم شايفين والبطولة كانت حلوة اليوم شرفنا وزير التربية بحضوره وأتمنى التوفيق على كل الفريقين فريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي يخطف لقب بطولة مؤسسات التعليم العالي بعد فوزه المثير على فريق جامعة الكويت عبدالله علوان لبرنامج ملاعبنا نتمنى بإذن الله تعالى أن تتكرر مثل هذه البطولات والأنشطة في سواء في جامعة الكويت أو في التعليم التطبيقي لأنهم بالنهاية هم من يعني يزيدون تألقا وأيضا يزيدون عطاء من خلال رياضتنا الكويتية انطلقت أيضا مساء الأمس مواجهات الجولة الثانية من منافسات دولي اليد الممتاز حيث تقابل برات الأولى السلمية وبرقان أو برغان في اللقاء الثاني واجهة لكويت القرين تفاصيل أكثر مع الزميل إبراهيم عقيل ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الكويتي لكرة اليد أقيم لقاءا التقى في اللقاء الأول فريقاء السلمية وبرغان في مباراة شهدت ندية ومنافسة قوية بين الفريقين ولكن رجال زعيم كرة اليد الكويتية استطاعوا إنهاء المباراة لصالحهم وبصعوبة بنتيجة 26 مقابل 23 لبرغان ليرفع السماوي رصيده إلى 6 نقاط متربعا على صدارة الترتيب مبقيا برغان بلا نقاط مثل ما قلت احنا ما كنا سيئين لكن في تذبذل مستوى ما لعبنا مستوى واحد طول المباراة في أوقات كنا وايد زينين في أوقات كنا عاديين والنتيجة كانت أكبر ارتباط حق الموضوع هذا أن السلمية كان يفرق خمسة نرجع فرق واحد يريد يفرق نريد نرجع فتذبذل مستوى أعتقد هو كان السلمي وفي ثاني اللقاءات التقى الكويت حامل اللغب والجرين الذي لم يسبق له الفوز على الكويت في الدور سيطر لاعب العميد على اللعب منذ البداية واستمر الفارغ الكبير بين الفريقين وبدى واضحا أن لاعب الأبيض ينمون بأن يكون ظهورهم الأول يليق بحامل اللغب وفعلا استطاع رجال الجزائري سعيد حجازي الفوز بنتيجة قوامها 33 هدف مقابل 17 هدفا لليغرين ليرفع الكويت رصيده إلى خمس نقاط مبقيا لليغرين بلا نقاط في قاعد ترتيب هذا الفوز الهداء حق محمد أخوي يرجع بالسلام إن شاء الله ومثل ما تقول كان الاعتماد كله على محمد الغربل يعني كل يدري نمبر ون بالكويت وبالخليج واسي فالفريق داشت مركز أكثر كل واحد يعتمد على نفسه والرسالة تقول من نادي الكويت حين إن الفريق ما يوقف على عبار السالمية يهزم برقان ويصل إلى نقطته السادسة والكويت يكتسح لغرين بفارغ 15 هدف في الجولة الثانية من الدولة الممتاز لكرة اليد من صالة الشهيد فهد الأحمد بمنطقة الدعية إبراهيم عقيل لبرنامج ملاعبنا شكرا جميلنا إبراهيم نتمنى بإذن الله تعالى استمرار الإثارة والندية في كرة اليد رياضة القتال المختلط هي رياضة جمعت ما بين رياضات القتالية مثل التاكواندو الجودو والكاراتي والمصارع وغيرها ولكن في قوانين محددة للوقوف على هذه الرياضة ما هيتها كيفيتها شو يلعبونها راح نتكلم إن شاء الله بعد هذا التقرير مع ضيفين عزيزين رياضة الـ MMA أو كما يطلق عليها القتال المختلط هي رياضة قتالية مزجت ما بين الرياضات القتالية الأخرى كالكاراتي والجودو والتيكواندو ولكن بقوانين ونظم محددة ليطلق عليها اسم رياضة الكاجا كيمبو واليوم في برنامج ملاعبنا نستضيف بطل كويت استطاع أن يحرز العديد من الميداليات بالإضافة للأحزم التي أهلته ليكون بطلا يضاهي الأبطال على مستوى العالم وهو اللاعب عقاب لعنزي صاحب بطولة ووانا التي أقيمت في الكويت الأسبوع الماضي وذلك بعد أن تغلب على البطل المصري محمد منصور بالإضافة للمدرب عبدالله الدوائي الذي يملك أكاديمية مصر يوناتد للكاجا كيمبو في الكويت للحديث معهم عن هذه اللعبة وتطورها في الوقت الحاضر مشاهدين الكرام عندنا أبطال التحفون اليوم الحقيقة والحقيقة كان لي الشرف أن يكون اليوم متواجد وياهم وهقوني شوية للحزام شوية ثقيل لكن لهم الصحة والعافية عقاب لعنزي بطل كويت في القتال مختلط وعبدالله داوي مدرب ومؤسس لعبات الكازجا كومبو عبدالله كاجو كومبو ياك الله وياهلا فيك ومرحبا نورتونا في برنامج ملعب الله يسلامك بالبداية يعني نبي تعريف مختصر حق الكوجو كومبو الكاجو كيمبو كاجو كيمبو هذا اسمها هذا اسم هذا كاجو كيمبو مختصر هذا مختصر حق أكثر من خمس لعبات الكاراتي والجودو وهذه اختصار لالعب هذي منحطها في الكاجو كيمبو فكاجو كيمبو لعبة أساسا هي تأسست من هواي من هواي انتشرت على جميع دول العالم هذي بالنسبة للعبة اللعبة متتأسست تأسست تقريبا ألف وتسعمية وواحد واربعين أو اثنين واربعين على ما اعتقد لعبة غديمة في اليابان لا بأمريكا 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 طيب شلون دشيت أول شي قبل تحدثنا عن هذا الانجاز شلون دشيت هذه اللعبة دشيت أنا هاوي الفنو القتالية من الزمان وبداية بلش من ثلاثة وتسعين دشيت اتحاد كويت الكاراتي شتو كان واستمرت فيه ليه الفين واربعة بعدين اتجهت حق الكاجو كيمبو لأنا شفت استايلها وتدريبها والدفاع عن نفس شون تقدر تدافع وشون تقدر تهاجم شون إذايات أكثر من شخص والصراحة أجبتني اللعبة نعم عبدالله دواي يعني نبي نحرف يعني أمتها تعرفنا على هذه اللعبة بالكويت ومتنتشرت ومتنتم بديتوا فيها بعد طبعا دشت الكويت اللعبة سنة 1996 أنا التحق في 96 ايه التحق في الأكاديمية لا عفوا 93 والتحق 96 درت على ايد الماستر وليام بيفر وبعدها استمرين يعني تقريبا نحن صار لعشرين سنة ألعبها اللعبة طبعا لعبت تمارس فنون أخرى أو لعبات أخرى أكيد طبعا يعني في بدايتنا وحنا صغار يعني ما خلينا نادي ما دي شينا ما خلينا نادي شانا استغريت على اللعبة هذي لأنها يعني متميزة عن لعبات الثانية في أمور يعني اللي خلاني أنجذب حقا أن لعبة فيها ميزة طبعا ميزة اللعبة أنها تتطور تحاول أنها تأخذ من جميع الثقافات يعني تأخذ جود وتأخذ هذا شنو يفيدك بالشارع أنك أنت تحاول تحطها في السيستم والمناهج مع الالتزام الكامل بالأخلاقيات أنا أعلم أن أعرف أن الأخلاقيات أكيد هذا الالتزام وهذه الروح خاصة في عملية ضبط النفس صحيح أعقاب أيضا يريد تعلمنا أول بطولة دشيت فيها وشنو كان الدافع والبوش اللي أعطاك خلاص قالك هذي لعبتك شوف أنا دشيت من ثلاثة وتسعين دشيت بطولات محلية بالكويت اللي هي الاتحاد الكويت للكاراتي وليه ألفين واربعة بعدين قطعنا شغلنا بالعمل ما العمل ولما تعرفت على الكابتن عبدالله الدواي شفت ستايل اللعبة دشيت معاه مستمريت باللعبة ونسيت لعبتي الأولانية لأنه واي تجذب اللعبة فالمرحلة الأخيرة ظهرت لعبة اسمها القتال المختلط اللي هي الأمامة اللعبة هذي شون جيل قبل شون يطرون مصارعة متى تطلع جيل الطيبين يطرون مصارعة الحين الجيل الحالي تقع تنقذ علي على يطر كطورة العمور الجيل الحالي بس صار اتمامه الحين الأمامة واللي أسس لعبة الأمامة بالشرق الأوسط أخوي سيد عادل ووان وهو اللي أسسها بالكويت وبدت من 2012 بدت تنتشر ده ما حد يتفقع عادل عادل مكملات غذائية مكملات غذائية ووان بروتين فانتشرت اللعبة بشكل رهيب وقام يفتحون بالبحرين وبالسعودية وصارت اللعبة الكل بس ينطر متى تصير البطولة فخذاني الحماس ولما شفت الأجواء وشفت الناس كلها يعني تترقب الفايت وانا كنت من الناس المعجبين باللعبة فاستشارة الكابتن عبدالله الدواي قلت له يا كابتن أنا بدش بالبداية كان معارض فقلت له أنا بدش قال لي ما دام أنت بخاطرك لا تدريب ولوية وثلاثة أيام باليوم تتدرب ساعة ونص الصبح ساعة ونص العصر ساعة ونص بالليل تدريب قبل البطولة ولازم الأكل يكون مضيف مكملات غذائية تجهيز من إله ما جاوك يعني سألجع لك عبدالله يعني مثل هذه البطولة وانتشارها ومدى رقبة الشباب في الارتحاق فيها يلي تحدثنا عن الأجواء المصاحبة مثل هذه اللعبة الإصاباتها المشاكل العقبات اللي ممكن تواجهكم أنتم في بداية طبعا بالنسبة حق العقبات والإصابات الأمر هذه طبعا في كل نقطة نحن حاطين يعني ناس متخصصة في هالمجال هذا حيث أن نتعدى الإصابات ونتعدى المراحل هذه وما شاء الله يعني الشباب لا يقصرون يعني الكل يعني الكل وده أن يسوي شيء يعني والحمد لله ما في إصابات ما في هذا إصابات بسيطة يعني والشباب لا يقصرون يعني كل واحد في مجاله طيب احنا نقول اللعبة هذه حبوها الشباب وانتشرت وازدهرت هنا في الكويت صحي شن البطولات التي شاركنا فيها وهل الكويت أو وين تجد موقع الكويت على الخريطة الاسيوية طبعا بخصوص أنت تتكلم عن فكرة الأمامي يمكن ما قصر الكابتن عقاب يعني قال لك أول من الفكرة هذه بها سيد عادل واوان حطها في الكويت وهي الفكرة الشبك يعني شبك المسكر شن البطولات بروحها رهبة مثلا ما بش شويكو تشوف لهذه بروحها رهبة فهو كان من أول مؤسسين اللي ياب الفكرة داخل الكويت وابتدت الناس صار عندها رقبة وقبول أن تشارك في هذه البطولات فالحمد الله يعني حققت نجاح يعني كبير من ناحية من شأن الحين الناس تنطر تنطر وبدأت تتطور كل شوي فكرة يديدة كل شوي هذي اللعبة الأمامي تأسست وين بأمريكا يو أف سي تغريبا سنة ثلاثة وتسعين فكان حلم يعني كل واحد أن يشارك في الوطولة هذه بس تعرف نظام الأمريكا لازم دعوة ولازم يقبلونك فيه اشتراطات واي فلما أسسها سيد عادل بالكويت صاروا للبرة وهم طموحهم يشاركون صارت الكويت عاصمة محترفين يولك من أمريكا من الروس من مصر من الأردن من السعودية من جميع دول عربية وشرق آسيا هل الاهتمام والكويت صارت أرض خاصة لمثل هذه اللعبة أم هناك أيضا اشتراطات عندكم معينة لا الحمد لله سهلها لنا يعني بدال إحنا لا نروح ونتغرب للناس اللي برا قاموا يشاركون عشان الفايت هذا بدتا وقت المباريات يشاركون فيها نعم طيب عقاب نبي نعرف أيضا البطولة هذه اللي حققتها والمدالياتها قاعد ما شاء الله تنور على صدرك الله يتذكر البطولة أنا شاركت أول بطولة مع بطل أمريكي اسمه كلينت كانت أول مواجهة أول لعبة لعبتها معه والحمد لله قدرت تقلب عليه برغم قياسي عن طريق الخنق استسلام وحفظت على اللغب أنا لعبت على لغب المنظمة إذا أنا فس رح أخذ الأحزام هو الأحزام الأحمر الأحزام الأحمر إيه هذا ما لغب المنظمة إيه والحمد لله فس عليه فياني تحدي ثاني من بطل مصري الأحزام اللي عندك اللي هو الأسود هذا اللي طلعناه في بجاية الحلقة إيه إذا فاز علي أنا حلمي رح يوقفني إيه نعم الحمد لله قدرت سيطر عليه وكانت منافسة وايد حلوة يمكن شوفنا قبل شوي التغرير هم قدرت سيطر عليه عن طريق استسلام الخصم على طريق الخنق نعم والحمد لله طيب نبي نعرف سالفة الجمل أو البعير احنا نقول بكل اللي يابينا وياكم هذه طلعا لها سالفة حلوة يعني كابتن عقاب العنزي كل ما داش يداش على أيده كمل كل ما داش بطولة داش على أيده كمل صارت العالم رابعنا حوالي النغزات كمل يلكمل يلكمل وهذا فاليوم كان عندنا عشية تكريم بخصوص بطولته ففاجأته في الجمل هذا كانت تكريمه بالكمل نعم فاجأته ونصدم نعم كانت تعويذة منتخبنا في اسبانيا 82 صحيح وكانوا الكواتيين يعني فعلا يعني برجوا في ذاك الوقت وأيام ازدهار رياضة بشكل العام وان شاء الله بإذنها تعويذ هذه الأيام وانتخذت التعويذة ايه دشيت الأغنية هذه ان شاء الله احنا نتمنى من قناتكم ان نخلص من المشاكل الرياضية ان شاء الله انا فيه أبطال وفيه جيل صاعد اكيد فدشيت بغنية هيدو كمل ارد الجيل القديم ان شاء الله طيب عقاب شنو مخططاتك طموحاتك في مثل هذه اللعبة ان شاء الله انا مستمر مدام الله معطيني الصحة والعافية وروح احافظ على اللغب وبإذن الله علم الكويت بكل بطولة لازم ارفعها طيب الروح حق عبدالله بمعنك خبرة في هذا المجال فيه اشتراطات معينة لللاعب اللي ممكن اتكلم عن الشباب اللي حابين يقبلون على هذه اللعبة لكم اشتراطات معينة اللي حابين ينضم لكم فيه يعني امور معينة تطلبونها لا احنا اي واحد صحتها زينة ويقدرنا يشارك يشارك ما في معدل حتى عمار اهم شيء يعني بالنحية البدنية والنحية الصحية واذا يقدر يشارك يمر على تدريبات مراحل تدريبي حتى لو ما كان يعني الف بائل ما في عندك نهاية احنا وظيفتنا كمدربين اننا نعطي step by step يعني ايه بالنهاية تغيير الردود الفعل يعني طيب بالنسبة حق العمار يعني واحد عمره ثلاثين سنة يقدر نتخل اي 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 انا عمره ربعين سنة هذي اي اي انا عمر كله زين حصلت واحد اكبر مني شوية طيب عقاب الجدول الخاص اليومي ما لك انت انه بتعرفنا وتعذم ايضا الشباب اللي قاعد تتابعون حاليا وراح نعيد الحلقة كذا مرة لانا اكيد في متابعة لأدوري أبطال أوروبا لكن هذا ما يقص من قدركم وتعبكم على نفسكم الجدول اليومي لعقاب الجدول اليومي يختلف اذا في بطولة لازم قبلها مجهز بثلاثة شهر ولا أربعة شهر تدريب يكون على ثلاث مراحل اذا ما في بطولة انا اشوف تمريل ثلاثة ايام بالاسبوع وايد مناسب تخصصلك ساعتين والأيام الباجي قوة بدنية ماشي رياضة تحافظ على لياقتك اما تمريل فنون غتالية ثلاثة ايام بالاسبوع وايد كامل وايد كافي نعم معنى شكلك يعني ما شاء الله يعني هادي و هما دائما ينظرون لاعب فنون غتالية شرع تقول الحق رابك اللي قاعد تابعونا حاليا والله انا اشجعهم بطلوهم من سالفة المطاعم والقهاوي ضيع وقتك في شي فيدا يديش نادي يستفيد مو شرط فنون غتالية مو شرط فنون غتالية مو شرط فنون غتالية اي لعبة استفيد ناسغل طاقتك يعني في شي فيدا سبي طاقتك استفيد لا ضيع وقتك على كل شي تعوض للصح انا بخلي الكلمة الاخيرة عندك كلمة الاخيرة والله حابب اللي يعني حاببني اقول يعني ما زيد عن كلمة عقاب يعني تتمنى يعني الناس الحين المشاكل زادت الامور هذي كلها اذا انت عندك طاقة سلبية تقدر انت تطرقها في النوادي تقدر تدش مثلا اذا عندك اذا انت قريستك القتالية شوية يعني جبارة يعني تعال النوادي يعلمونك الانضباط يعلمونك يعني اكثر اللي تواجه في الشارع واهم مسألة هي مثل الضبط النفس الضبط النفس انا اشوف ابطال ما شاء الله ابطالنا كلهم عندهم هذه العملية واكثر ما تواجه في الشارع تلقى اللي يمسكون ستشاتين هذا من الخوف فالواحد اذا كان متمكن من نفسه ما يمسك ستشينة لكن الخوف هو اللي يخلي يمسك ستشينة اولنا يعني النادي افضل تقصد ان فرق طاقتك في بجال او في نادي او في مجهد معين يسقلك وبالتالي تبعد عن الامور والله يبعدنا ويقافيكم الله يقافيكم احنا شاكي لكم وجودكم معنا ببرنامج ملاعبنا ونورتونا وان شاء الله بدنا تعالى مغزان موتيبولنا بعير لا ان شاء الله والله يعطيكم العافية وما قصرتوا على الضطافة ودائما دعمين الشباب اكيد الله يزاك كفير وما قصرتك وحنا حريصين من قناة غناة سبورت الرياضية عن هذا شيء مشاهدي الكرام نروح حق رعاية المواهب واكتشافها قامة الهيئة العامة لرياضة مهرجان عيالنا املنا بالتعاون مع الاكاديميات الرياضية وذلك في استاذ جابر الدولي بمشاركة اكثر من 400 طالب من منتسبين اكاديميات تفاصيل اكثر مع زميننا احمد العلوش اقيم يوم امس مهرجان عيالنا عملنا الثاني على ملاعب استاذ جابر وبمشاركة ستة محافظات يمثلها اكثر من 150 مشترك برعاية وزارة التربية وبالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة حيث اقيمت سباعيات كرة القدم بحضور وكيل وزارة التربية الاستاذ فيصل مقصيد ومدير ادارة الرياضة للجميع الاستاذ حامد الهزيم وبوجود ممثلي الاندية الكويتية لانتقاء افضل المواهب المميزة التي القت ثمارها من خلال هذه الفعالية المميزة وتم تكريم الفائزين بسم الله الرحمن الرحيم يمكنه يبادرة طيبة من الهيئة العامة شابر الرياضة بالتعاون مع وزارة التربية بتقديم يعني اوفر الفرص حق اللاعبين البراعم اللي لا يلقى لها فرصة مثلا يقدم فيها الكثير او يقدم فيها مبلغ مادي الى بعض الاكاديميات وفر للفرصة بين الهيئة والوزارة التربية على ابراز بعض المواهب وما اتشاء الله قاعد تشوف يعني حتى اغلب الاندية يعني دازين مبعوثينها حق مشاهدة المهرجان من اجل انتقاء بعض اللاعبين تكلنهم الفرصة الوافية حق اختيارهم في بعض الاندية وان شاء الله بالنسبة حق فرق الاندية نشكر الغائمين على المشروع عيالنا املنا اللي الصراحة كانت فكرة للاستاذ الوكيل المساعد فيصل مقصيد بالنسبة لهالمهرجان نفس نظام الاكاديميات المعمول فيها بكويت بالتعاون مع لهالعام من الشباب الرياضة فنشكرهم جزيلا شكرا فعالية مميزة قامت بها وزارة التربية بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب والرياضة احمد العلوش من استاذ جابر لبرنامج ملعبنا وشعار حلو لمسألة عيالنا امنا اكيد عيالنا امنا وبإذن الله تعالى توفر كافة الامكانيات حتى نحقق الاهداف المرجوة لأعيالنا في هذه الدولة الحبيبة ننتقل مشاهدينا الكرام الى موضوع ثاني مميز هالمرة حيث تجهز اللجنة المنظمة لمنتقى الكويت الاول طيران هذه الفعاليات الفريدة من نوعها في الشرق الاوسط وسط مشاركة شبيرة من مختلف الدول الزميل غريب ذهب الى مطار الشيخ سعد وعدلنا هذا التقرير تستعد الكويت لاحتضان حدث هو الاول من نوعه باحتضانها مهرجان ملتقى الكويت الاول للطيران حيث يشارك في الملتقى الاشقاء من دول الخليج بمشاركة ب27 طائرة من ضمن هذه الطائرات طائرة كويتية واحدة طبعا الفعالية هذه الاولى من نوعها بالكويت اول معرض نقدر نقول الحجم هذا والعمل هذا التاريخ في الكويت المعرض ان شاء الله مدته يومين فيه يوم طبعا يوم وصول الطيارات اللي هو يوم الخميس باشر ان شاء الله بس فيه طيارات يتقبل اليوم وصلفة طيارات من السعودية طيارتين وطيارة من قطر ان شاء الله راح يكون الحدث فيه فعاليات وايد وفيه انشطة وفيه عدد حضور حلو راح يكون ان شاء الله انواع كثيرة في الملتقى ان شاء الله النوع اللي وراي هذي يسمونها دايموند والمنوع السيروس والسنسنة والتكنم راح يكون هذين الانواع والشول اللي راح يصير ان شاء الله عرض جوي لدايموند وايرباتيك ايرباتيك ايركاكت راح يكون ان شاء الله راح يكون توقيت الساعة 4 العصر راح يكون فوق مطار الكويت ان شاء الله محبي الطيران على موعده من يوم الجمعة باستعراض الطائرات على مطار الشيخ سعد الدولي الاستعدادات على قدم وساق لملتقى الكويت الأول للطيران القادم في يوم الجمعة من مطار الشيخ سعد الدولي كان معكم غريب الغريب لبرنامج ملعبنا شكرا يا غريب قدم وساق وجناح بعد هالمرضة مشاهدك الرابي سرنا ايضا التقي بالكبت الرازي العوضي عضو اللاجد المنظمة لمنطقة الكويت الأول الطيران حياك الله يا رازي الله يحييك الله يسلم في وجودك اليوم وياي في برنامج ملعب حياك الله يسلم يليت أول شيء تعرف سادة المشاهدين ما هو ملتغى الكويت الأول للطيران ملتغى الكويت الأول للطيران طبعا يهدف إلى تعريف الشباب وهواة الطيران أنك شون ممكن يدش هذه الهواية طبعا نحن عارفين أن الطيران مقتصر بالكويت على الذي يشتغل طيار كوظيفة طيار مدني أو طيار حربي لكن نحن نعرف الناس أنه ممكن يصير هاوي طيارة مثل ما قاعد تصير في دول الخليج مثل القطر السعودية الإمارات في نوادي خاصة حق هواة الطيران ممكن أنه يمتلك طيارة أو ممكن أنه يأجرها ويسافر فيها أو يمارس هوايته بأي ممكن طيب هذه الهواية موجودة في الخليج نعم نحن يتنا متأخر شوي الفكرة تأسيسها وشلون استجلبتوها والله الفكرة هي كانت من الأخ إحسين الباطني وهو يعني كانت فكرتها أنه يسويها بالكويت يسوي الفعالية هذه بالكويت والله بدأ فيها وسعى فيها يعني من زمان الحمد لله حصلنا على الموافقات وحاليا يعني قاعد نشوف الجهات الرسمية متحمسة وائد وقاعد تساعدنا وقاعد تدعمنا بشكل كبير الصراحة طيب الدعم هذا شلون لمستوه من مؤسسات الدولة بشكل عام والله يعني بالبداية أكيد كانت الأمور صعبة لأن يعني الفكرة ما كانت واضحة لهم لكن بعد ما وضحنا الفكرة وبعد ما شافوا الخطة اللي يعني موجودة وراح نمشي عليها صار فيه قبول والحمد لله يعني حتى التطبيق الحين في مطار الكويت صراحة من الطيران المدني وأمن المطار والجهات الثانية المشاركة معانا قاعد نشوف يعني دعم أكثر من اللي كان متوقع صراحة طيب نبي نعرف المشاركين متأقامة هذه يعني يعني البطولة عندكم هذا الله يسلم كلمشاركين من دول خليج نادي قطر للطيران نادي سعودي للطيران نادي الجزيرة للطيران اللي هم من الإمارات في دول هم من شاركة طبعا رح تينا تقريبا 27 طيارة أو 28 طيارة وصلوا منهم اليوم ثلاث وإن شاء الله الباجي كلهم رح يصون باتر في مطار الشيخ سعد طبعا الافتتاح رح يكون يومني مع الساعة 9 الصبح إلى 5 العصر مفتوح للجمهور بس بشرط أنه يسجل عن طريق الوبسايت اللي هو كويتفلاينغ دوت كام وتوصلها بطاقة الدخول الألكترونية ما لدعي يطبعها بتلفونه يمرر على الاسكنر ويدخل داخل منجاني طبعا من غير أي رسوم وهو وعياله ممكن يضيفهم في عرض جوي رح يكون ساعة 4 ونصف العصر فوق مطار الشيخ سعد والطيارات رح تكمل على براج ولراس السالمية يكون فيه هم عرض جوي هناك بس أغلب العرض الجوي رح يكون فوق فوق رنوي بمطار الكويت طيب شنو الصعوبات اللي واجهتكم في تطبيق هذه الفكرة والله صعوبات انت عارف يعني هذه أول أول مرة تصير في الكويت كملتقى طيران بهالعدد هذا اللي رح رح يوصل إن شاء الله باتشر يعني بس الترتيبات كانت كانت صعبة بالبداية لكن من صارت الأمر مرتبة ولكل عرف يعني شنو اللي احنا نبي وهما شنو اللي ممكن يغادمون لنا صارت الأمر يعني سهلة طيب عدد المشاركين الكويتيين في هذا الأمر في هذا الجانب شنو طموحاتكم اللي يتابون تسوونها والله الكويتين حاليا عندنا طيارتين المشاركين من الكويت لكن اللي عندهم لياسن كهوات طبعا يوصوا يمكن عددهم خمسين خمسين طيار غير الهوات يعني نمارسونها في أوروبا وبعض الدول اليوم أنتوا حققتوا هذا الشيء بالضبط يعني كل اللي يمارسون الطيران خارج دولة الكويت اللهم يعني أنا وشخص ثاني كابتن فؤاد داشتي اللي عندنا طيارات موجودين هنا في مطار الكويت نطير فيها ونرجع احنا ودنا نزيد العدد ودنا ان أي واحد حاب هذه الهواية ان يشتري طيار أو حتى يصير في نوادي يأجرون الطيرات ويمارسون هذه الهواية في دولة الكويت يعني نتوقع باتشل حتى يعني ما شاء الله يزيد العدد بشير مشاركات كبيرة بالنسبة لمحبي هذه النوع من الهواية بالضبط طيب احنا راح نكون متابعين لكم ان شاء الله ورح نغطي هذا الحجة ان شاء الله بين ملاعب الغنات الثالثة خاصة في برنامج ملاعب نشك إذا عندك يعني كلمة تحب توجهها للمشاركين للجماهير اللي حبون يتابعون مثل هذه البطول والله أنا أشكر صراحة المشاركين لأن كلهم يايين يعني من نفسهم من غير أي مقابل مادي كل الطيارات وإحنا عارفين يعني شوية طيارات يعني فيها تكاليف وصراحة ما قصروا الشباب طيب خلنا خلنا نوقف عند هذه النقطة التكاليف فعلا يعني يعني تعلمنا تقريبا يعني الواحد يبي يمارس هذه الهواية حتى لو يستأجر لطيارة اش كثر يكلف عليه وكثر يأخذ وقت وكثر يأخذ على ما يأصل للليسن ويبدأ فعلا رحلة الطيران وأنا ترى خاف من الطيران لا إن شاء الله تجرب وراح تحب إن شاء الله طياران طبعا هو الليسن يختلف خلنقل أول ليسن مثلا ممكن يكلفك 2500 دينار من أمريكا من أي دولة أوروبية وإن شاء الله رح تكون شركات تدريب للطيران مشاركة في حتى بالملتقى إن شاء الله موجودين يمكن ست سبع مدارس يعني رح يكون موجودين ممكن اللي ديش ممكن يستفسر ويسأل إن شون يحصل على الليسن شم التكاليف شون طريقة إنه يشتري طيارة شون طريقة يعني إنه يمارس هذه الهواية بالشكل اللي يكون مناسب حك الشخص نعم بس تبع التمارس هذه الهواية لازم تدفع وهو لازم يعني لازم تدفع أنا أقصد أنت تدفع مبالغ طائلة يعني والله لا مو طائلة يعني وائد مثل ما الناس متصورين مو وائد يعني ترى بأمريكا وأوروبا ممكن أربع يتشاركون بطيارة ممكن ستة يتشاركون بطيارة شيرينج وتصير يصير التفاغ بأنه أنت الطيارة لا تحتاجها يقول كل أسبوعين مرة في ناس بالشهر مرة يطير فيها يستانس رحلة مثلا يروح من الكويت إلى البحرين أو الإمارات ويرجع ويكند يعني هذا يحتاجها ما تكون يعني بشبه يومي فستة يتشاركون طيارة هذا يتعاونكم مع الطيران المدني في مطار الكويت طبعا الطيران المدني ما قصروا يصير وبعدين يردون مرة ثانية يشغلون الترفيك أو الطيارات فهذا يوم الجمعة يوم الجمعة فهذا يعني شيء صراح يعني ما كنا متوقعين هذا التعاون اللي صار من الطيران المدني طيب ادهو خطايت الخطوة الأولى الخطوة الثانية وانتمنا لكم التوفيج بلا شك الخطوة الثانية شنو رح تكون ونحن ودنا نوصل لحق أن يكون في نادي طيران الكويتي والحلم والطموح الحلم والطموح نعم لأن النادي يقلل من تكاليف على الهاوي لانت لما تستخدم مطار دولي طبعا مصاريف وتكاليف أعلى من إذا كان نادي النادي لا يوجد مصاريف كثر المطار الدولي فحلم وطموح نحن أن يصير فيه نادي طيران الكويتي وحتى هذا تصير أسهل نريح حتى طيب أنت قلت لي كم عدد المشاركين كم طيارة والله تقريبا 28 طيارة 28 طيارة طيب هذا الحجم هذا اللي أول مرة يعني تستطفونه في دولتنا الحبيبة الكويت أكيد يحتاج طيارات تحتاج سيانة هل وفرته الطاقم مثل هذه الأمور والله أكيد يعني احنا مشكلة يعني بالكويت ما في هذه الغدرات الغدرات اللي هي تسوي سيانة حق هذه الطيارات أنا حتى طيارتي وطيارة كابتن فأد نسوي لها سيانة برى الكويت يعني نوديها برى تسوي السيانة الدورية مالا توردها الكويت لكن نتمنى يعني النادي ممكن أن يوفر صيانة أغلب النوادي بالخليج كلها فيها فيها صيانات لهذه الطائرات وفيها القطع الغيار متوفرة وكل شيء متوفرة هنا فنتمنى أن يكون هذا الشيء موجود وطبعا الطيارات اللي أتي يعني أكيد سوون عليها صيانة قبل ليون فإن شاء لا حصلتوا دعم رعايات في مثل هذا طبعا نشكر وزارة الدولة لشؤون الشباب أعطونا الدعم غير طبعا الشركات الثانية الشركات التجارية هم يدعمون وما قصروا يعني تفاعلوا وفيه شركات تفاعلوا وتحمسوا هذا الموضوع ودعمونا وصراحة نشكرهم يعني أنا شكر لك الحقيقة يا رازي وجودك بيانا اليوم وتغضيح مثل هذه الأمور إذا حاب يكون لك كلمة خيرة طبعا أشكركم وندعو الناس أن يزورونا إن شاء الله في الملتقة وحضورهم ينجح الملتقة ودنا أن الملتقة ينجح بنهاية هذا كله باسم الكويت ملتقى الكويت الأول الطيران ملتقى الكويت الأول الطيران يعني الصراحة الناس مستغربة عن هذا الحدث اللي بيصير وصراحة هذا كله اللي صار بتشجيع من جهات الحكومية والشركات فيعني ودنا يوننا ويشرفونا ويزورونا في مطار الشيخ سعد راح تكون العلانات موجودة هناك بشكل واضح يسجلون بسول بالسايت كويت فلايينج دوت كوم وتصلهم بطاقة الدخول ونشوفونا هناك إن شاء الله يوم شاكلك أخوي رازي العواضي وجودك اليوم وينا إن شاء الله بإذنك تتحقق هذه الطموحات إن شاء الله الله يسلم يزالك شكرا شكرا اللي يحب الطيران ويتابع الطيران والطيارين يروح مطار الشيخ سعد ننتقل المشاهدين الكرام إلى موضوع وبطل يديد في سماء الكويت والعالم العربي حيث تحد الصعاب واستمر بمارسة رياضة المفضلة القفز المظلين يوم كلها طيران وبقفز في طيران الله يسترعلي رغم من الإعاقة الجسدية وهو الوحيد على مستوى الشرق الأوسط والدول العربية نجد من التفاصيل بهذا التقرير ونعوده مع بطل مميز وهو سامة نجف أسامة علي نجف بطل كويتي سعى لتحقيق المسجر رغم الصعاب ليثبت بأن المستحيل مصطلح لوجود له في قاموسه إذ استمر في ممارسة القفز المظلي رغم الإعاقة الجسدية التي تعرض لها أثناء عمله وبالنظر إلى خطورة هذه الهواية إلا أنه طرق أبواب موسوعة جنس للأرقام القياسية بعد أن قفز بمظلته من ارتفاع شاهق في سماء الإمارات العربية المتحدة ويعتبر نجف اللعب الوحيد بالشرق الأوسط والعالم العربي لللعبة القفز بالمظلات من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو صاحب فكرة اختراع جهاز يثبت قدميه أثناء القفز ومع احتفالات فبراير الماضي قفز أسامة بالمظلة في سماء الكويت محتفلاً بالأعياد الوطنية وبمشاركة الفريق الكويتي للقفز بالمظلات سكاي دايف ويضاف هذا الإنجاز الشخصي للبطل سامة نجف إلى إنجازاته الشخصية التي قام بها في الفترة إعاقته وجهد الكرام مثل ما عودتنا لكويت كل يوم في بطل وأبطالنا مميزين في كل اللعبات وفي كل الأحداث لهم بصمة مميزة اليوم ويانا المظل الكابتن وسامة نجف حيال كلا ونورك في برنامج ملاعب لك بس ما خلتنا نضيفك مسامة في البداية شلون دشيت هذه اللعبة وشلون تميز فيها بسم الله الرحمن الرحيم الشيء في اللعبة أنا كنت لعب اللعبة نفسها قبل فساعت أن أرجع لها مرة ثانية والحمد لله يعني الهواية موجودة منذ الصغر الهواية موجودة من قبل 18 طيب أول قفزة لك كانت في الكويت تذكرها بالضبط أول قفزة أول قفزة بالكويت بـ 25 براير الإطاف هذا الإطاف كانت على ارتفاع أربع تعلق بدم تقريبا أنا ما يقول ترى مسألة الارتفاعات والغفز والطيران ترى تحوشتي طيب يلي تكلمنا عن الأجواء هذه وشلون شفت المشاركة فيها طبعا مشاركتي كانت احتفالية أن قفزة ترفع تعلام الكويت شيء هذا الحمد لله أصالي في 3 سنين أنا متعود لنا لازم 25 مبراير نشارك نشارك ونرفع العلم بأي طريقة كانت طيب ايه فضل الآن ما حلفني الحظ أنني أنا سوي الجاز الكنتان مخطط عليه ألا وهو لا وهو إن شاء الله قريب قفزة الكبيرة قفزة الكبيرة اللي بطير إذا في مجال تحضر الحين محضر إن شاء الله حك شهر 4 أو 5 إن شاء الله يربع تعد 4 ترى سرى لا لا ما في سرى أنا مو برى الكويت برى الكويت طيب مثل هذه القفزات تحتاج إلى تمارين معينة تحتاج إلى تخطيط معين الأجواء مناسبة مناسبة شلون تمارس هذه الرياضة خاصة برى بالنسبة لي أنا ولا بالنسبة حق أي شخص عاري طبيعي يعني معلو معلو بالنسبة لي أنا أول شي القفز اللي أنا غير عن اللاعبين يعني الحركات اللي أنا سويها عشان أثبت فوق ما هو تختلف عن أي لاعب عادي يعني ممكن أنا 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 أطير من الطيارة أو ما يغفزون من الطيارة زين فيها شوية صعوبة عن الوضع العادي يعني احنا نقول أن الصعوبة دائما تكون يعني مثل تشوفها مثل هذه القفز توقع في دبي هذي هذي في دبي نعم يأتكلم يعني هذي طبعا 25 فبراير اللي طاف هذا إنجاز يا بلادي قمت فيها قفز من الطيارة وطبيت بالماء لبست الأدة مالتي وطبيت في الماء طبيت بالماء ولبست الأدة بالماء وصبحت رفعت العلم من الكويت ماشاء الله علي طيب طيب يعني لقيت تعاوم كبير أكيد هذي قفزة ثانية هذي قفزة الكويت السناري راح راح نتكلم عنها بعد شوية بس خلن نتكلم عن قفزة دبي وشلون لديت الفكرة أنك تنزل إلى الماء الفكرة أنها شبه عسكرية حبيت أن نطبقها بالعيد الوطني وارف عدي كيف حاولت توصل هذه الفكرة لأخوان في دبي صعوبة صعوبة موني صعوبة شون أنت تتقبل أنا على كرسي شنو أنا بنطم الطيارة وبطب الماء وبغوص من يقبل الشياء خافت مسألة إجراء الأمن والسلام نعم بالعقل من يقبلها أنا أقول لك أسأل شي تخليني ما تخليني صح أقول لك شي هم يعني نظرة البطولية اللي أهم فيها احنا نتشكر لهم هذا شي طبيعي في الإمارات في كل خليل دائما يؤمنون بالموهبة الكويتية دائما وأبدا عندهم إيمان كبير بالموهبة الكويتية أنت وصلت لهم الفكرة أهم عندهم النظرة الشخص هذا اللي ياي شنو أنت اللي ياي تسوي شي ووفروا لكل شي ووفروا لمن الله يعطيهم العافية وقدمهم أهلا تحية من أهلا أخوانا في دبي أخوي نصر النيادي وسمو الشيخ عمدان بن محمد الله يعطيهم العافية وسكايل دبي طيب هذا الغفزة نخلص منها وراح نسولف عن غفزة الكويت بعد شوي لكن اختراع جهاز الغدمين يلي تحدثنا عنه وشنو هو مثبت يثبت ريلي على الوضعية اللي تبيها اللي تبيها يعني اللي أنا بيها لأن ريلي تصير مجفوزة أو شيء ففكرت لفكرة أنه تمسك الريل على نفس الوضعية عشان لا تتعرقلني ريلي ما يقدر ريلي ريلي أثبت بلون وهذا الشي تفردت أنت فيه هذا الشي من فكرتي أنا نعم وقدمت حق أطراف الصناعية وخوانا في وزارة الصحة نعم وقاموا وساعدوني فيه وسووا لي إذن المسألة إحنا نقول دائما الإبداع يأتي بالعقل وأنت ما شاء الله عليك مبدع ولا يهونون حقيقة جميع الأخوان سوانا صحاء أو معاقين لكن أنت فعلا نجم وتستاهر كل الدعم طيب شنو طموحك للمستقبل شنو القفزة اللي ببالك ولا خاشرة خاشرة بس أنا الحمد لله أنا انساء رياضي أنا عندي رياضات غير درا جوائي وسباح ولعب الحمد لله السوائة الرئيسية من خاصة من الأسرة تلقى تشجيعه دعم من من الأسرة أكيد أكيد بس اللقافز أنا أكيد لما راح تكون لك رطنط أنا مرارقة أسوية أساحلة نعم طيب يعني إحنا نقول ما شاء الله أنت بادي برياضة من زمان وين تبي توصل بالرياضة ومشارك ما في حدود الحدود حتى لو توصل فيني أنا قوم من النوم أروح أقفز وارد أحط رأسي أنا هذا كفاية أنا أنا سويت شيء وائد حلو أشفيت شيء وريحك نفسي وائد طيب تختار المناطق معينة تختار يعني قفزات معينة ولا هناك مثلا ما يخطط لك مثل هذا لا لا كلها طبعا تحتخذ بيضيانو بس المكان اللي أنا أفضل لني أنا أقفز فيه بدبي يعني تحب تبارس الرياضة هنا كل شيء متوفر كل شيء متوفر طيب نثالف عن القفزة اللي سويتها بالكويت القفزة بالسول طبعا القفزة هذه طلبت أخوي رئيس الاتحاد الكويت رضا الله طبعا نسوي لنا اتحاد نفسنا رئيسنا الله يعطي العافة السيد خالد العجمي ونهب الرئيس محمد الرفاعي فقيت له من هنا بقفز غفزة بالكويت لأنه هم اللي رح يوفرون لي ما راح نعم فأكلمه لأيرسبورت الله يعطي من العافة كويت ايرسبورت وين كانت هو شيء من الأبراج لا 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 290 خيران بالخيران تقريبا ايه وكانت على ارتفاع كم تقريبا على ارتفاع 4000 غدم ونص هذه من الأخطر لقفزات يعني اللعبة القفز المضلات مونك لما تصعد تصير أخضر كل ما نزلت لما تنزل تصير أخضر طيب مثل هذه الهوايات الصعبة نعم احنا نقول هي صعبة للأصحاء وأنت الله يقومك إن شاء الله بالسلامة وأنت يعني نوع من التحدي قد تعطينا ما شاء الله عليك لها اشتراطات وأمور معينة وبالتالي الصعوبة صارت أكبر لما يعني تمارس هذه الرياضة وأنت على الكرسي شنو حاب تقول حق بالبداية بالبداية صعبة الحمد لله الحين أمارسك أي واحد في المعارسة في ناس أنا أقصد شنو أقصد سامع أقصد ناس مجرد يحوشهم حادث إصابة يقعدهم على هذا الكنسي خلاص تبدأ الدنيا تسود عنده بعيونه ولا يقوم في أي نشاط ولا شيء شنو عابد تقولهم ممكن كل شخص أي شخص بداية الصد ممكن تسود الدنيا يحتاج إلى توجيه توجيه وإيمان من داخل من غير شكل نعم طيب شلون تم تصنيفك بطل للعالم في الغسف أنا أطرس سؤال على هذا أن في ناس يعني كلام الناس شون بغاية تشف تصوير غنية باغون لغناها حد نظر ويشد الله يضي نعافي بل يوم هذا حطوا لي بطل عالم طيب سوى مظلات من اللي اللي كتبت صال فيني أخوي بشار شاطي طبعا من أخوي بشار شاطي قال لي شون تصنيفك على العالم قلت لا أنا اللعب الوحيد بشار بطل العالم جاي يقولي أنا شوفك أنت بطل العالم مش رو قلت لا يكتب اللي أنت تبلي أنا أدري بشار بطل لعب كرة يد نعم أبطال كرة اليد طيب عرفي ميز الأبطال في نص طبعا ضايقوا ليش حطوا بطل العالم نحن أنا بايغ أجاوب إليكم الحين أنت لاعب أي لعبة مثلا لعبة القوارج درجات ونروح للأولمبيات أبطال عالم صافي كم بطل كل ذلك بايد بايد أحنا ثلاثة بالعالم تقفزون ثلاثة حبات احنا بالعالم العالم كلا الحقيقة يا وسامة شنو حلمك شنو حاب أنه يكون أو وين تبي توصل هل بإنشاء نادي خاص للغفزات نحن نتمنى أن يصير عندنا شي هذا بالكويت نتمنى وإن شاء الله في ناس قاد تسعي إلى من الله خالصين بذن الله طيب مثل هذه الغفزات كل تم فترة كل أسبوعين كل شهرين كذا تجهر أنا بالنسبة لي أنا لو في ظروف ما تخليني أن أنا سافر عندي بروف أخلصها بالكويت نعم ولا كان أنا 40 ساعة لقد تخفيز ما عندك مشكلة ما عندك مشكلة ايه هذا هاي غير يعني نعم تختلف عن أي رياضة طيب هي فيها صعوبات شي طبيعي لكن هل فيها نوع من التفاهم ما بينك وما بين الكابتن الطيار لا والله اليوم الجو كذا في هالم المنطقة هذي كذا بأي جو يعني كذا الجو اللي نختار الجو يعني ما يكون في هوا هني عندنا كلها اغبار الفتر طيب قلت لي انت تحب تمارس هذه رياضة في تبي في مناطق ثانية ايضا تفضلها او جربتها انا جربت جربت غفست بسويسرا غفست بلندن قبل الحاضر طيب ردود فعل الجماهير لما يتابعونك شو نردود اي قفزة بقفزها يعني فيها مثلا انجاز مثل يا بلادي او القفزة اللي قفزت بقفزة الكويت رفعت العلم نعم انا ادري شنو قا يصير حول يعني في ناس مرتبكة اكيد شي طبيعي شنو هاذا بيسوي بنطب تغب الماء في ربكة بس بفوق هذا هني تبتدي البطولة مالة الاشخاص هذي المساعدين حق هذي بطولتهم الثقة شون انا وثقت فيه شون خليتي يصور طيب هني كان كم الارتفاع في دبي الارتفاع كان 12000 تغريبا 12000 قدم 12000 قدم ايه طبيعتها وطلد الماء طيب طيب لانما نزلت ايضا نزلت على مستوى معين كم متر تحت الماء تغريبا 9 متر من 9 على 12 متر تحت الماء تحت الماء نعم وهذه غزلة الكويت ما ادل يشوفها ما يبوني كاملونها يلي تشوفها مرتادة مو كاملة انا سبحكم علي طيب يلي تكلمنا مرة ثانية عن غزلة الكويت عن غزلة الكويت نفسها قفص من مو من طيارة في ناس يفضلون يذهب الى المرتفع في ناس لا لازم طيارة هذي شي شوف السكاي دايف بحر فيها كذا كذا مثلا عندك البيس جمب اللي نقضهم من العماية الجبال نعم والجبال في الوينك شوت اللي يلبس شكل جسمنا الخفاش هذا يضير فيه شي في الفريفا فلاي في ناس بس على المظلع تقلس تفتح مظلع بس طيب انت تسعلي تسجيل هذا يعني كريكورد عندك في عندك علاقات دولية مع بعض المنظمات اللي ممكن تسجلك وبالتالي صبح عندك ريكورد معين للغفزات شون يعني يعني باتر ان شاء الله بإذن الله تعالى لو حققت اللي ببالك ممكن تدخل كتاب كنكس أو موسوعة كنكس في الأرقام القياسية بالارتفاعات انت تقصد يعني الارتفاعات في طريقة الغفزة انا ما عندك الارتفاع اللي وصل لنطل من القمر شاكينا قبل قبل 5 سنين ايه شفناه بالفيديو ايه لازم اكثر رغم في عندك مشروع شبير بس منحة آخر ايه نعم طيب طموحاتك الشخصية يعني خليك عدان الغفز الحين خليك عدان الغفز طموحاتك الشخصية شنو تتمنى نعيش حياتي رياضي بس حب تمارس رياضي بس حب لاعب بس طيب شتتابع انت بشكل عام انا ما تتابع الكرة ما احب الكرة لا ما مكشرت كرة انا ما قلت شنو التابع تلفزيون ما اطابع احنا احنا عندي تلفزيون بالغرفة ومشوفني انا ما اتتابع يعني باسمع الاخبار احب ال ال الو اب سي نعم لعبة قتالية هي الو اب سي احب تتابعهم ايه اتابع احيان و من هو مثلك الاعلى كل بطل في نجم معين في بالك سواء في لعبة تريكا وفي شيابة اخرى المثل الاعلى عندي وائد ناس يعني اقتدي فيهم انك لعبين بطال بالكويت عندنا هنا اشوف يعني على مجال اللعبة في كثير ما تحب تحدد اسم معي انا ما اخاف انت احد ولا شي اذا عندك كلمة اخيرة اذا عندك كلمة اخيرة كلمة اخيرة الله يعطيكم لاعف على اصلافتكم لبعض البرنامج وتشرف ان اكون اياكم احنا اللي متشرفين يا اسامة وانت نورت حقيقة في برنامج ملاعبنا انا افهم دواعي خجلك على الهوى لكن من نهاية انت بطل واعتقد ان قياس قياسنا جميعا هي الغفزات هذه اللي قاعد تسويها وتسجيلك لمثل هذه الغفزات هو شيء مميز لك ولنا جميع شكرا جزيلا اشكرك شكرا جزيلا اذا مشاهدين الكرام وصلنا وياكم لختام حلقتنا اتمنى امرين ان نقدمنا شيء ولو قليل في حق هؤلاء الابطال البرتاني خسارة برشلونة اليوم الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة